يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط ثوب الشهرة الذي ورد النهي عنه وهل يدخل في ذلك المبالغة في تقصيره أو خياطته على شكل غريب ملفت للنظر ثوب الشهرة هو المخالف لما عليه أهل البلد الثوب المخالف لما عليه أهل البلد هذا هو الشهرة إلا إذا كان أهل البلد ليسوا على السنة اللباس فتخالفهم الطبق السنة أما إذا كانوا على السنة فلا تخالفهم فلا هو الشهرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوزوا أن أقول يقول بعض الناس السنة أن يكون إلى نسف الساق يقول ما هو محصورة من السنة في نسف الساق قال إلى الكعب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار فإذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعبين فهم يعملون بالسنة ولا تخالفهم نعم